اشتركوا في القناة حاليا الهواء الشمالي غربي إلى متقلب الاتجاه خفيف السرعة 8 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حاليا 29 درجة مئوية ورطوبة نسبية 21 تصل إلى 30% على بعض المناطق الساحلية رؤية الوفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر سماء الصافية الوضعية هذه ستستمر حتى نهاية اليوم لكن هناك فرص لعبور بعض السحب على بعض المناطق يوم الغد كحد أقصى سرعة الرياح اليوم تصل إلى 28 كيلومتر في الساعة الشمالية غربية إلى متقلب الاتجاه باتر بدن الله الهواء سيكون كوس في أغلب الوقت والحساس بالرطوبة يكون ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية للساعة 12 درجات الحرارة تتراوح ما بين الـ 26 إلى الـ 31 درجة مئوية هذا للساعة 12 أقل من ذلك درجات الحرارة بعد الساعة 12 وحتى ساعات الصباح الأولى تتراوح ما بين الـ 24 إلى الـ 25 درجة مئوية منتصف نهار يوم الغد الهواء الكوس يكون ملحوظ وخفيف لمعتدل السرعة من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة خلال النهار وأيضا خلال المساء الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة وأيضا ستكون كوس من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة فرص لعبور بعض السحب ودرجات الحرارة في أغلب المناطق السكنية تتراوح ما بين الـ 38 إلى الـ 42 درجة مئوية في أغلب المناطق وأيضا درجات الحرارة في السواحل والجزر تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية والبحر سيكون خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم والفترة هذه من فترات الفساد أولا سيكون من 1 إلى 3 و1 إلى 4 قدم والأجواء ستكون مناسبة لينزل البحر المد الأول بذن الله الساعة 59 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 11 مساء والجزر الأول الساعة 4 و 5 دقيق صباحا والجزر الثاني الساعة 34 دقيقة مساء المواقع بذن الله أذان الفير الساعة 24 و 28 والشروق الساعة 45 دقيقة والمغرب الساعة 25 و 23 دقيقة أما الطقس المتوقع بذن الله خلال أيام الخمسة القادمة الأجواء الحارة مستمرة ويانا نسبيا لكن هناك انخفاض متوقع خلال الأيام القادمة ابتداء من يوم السبت العظمة تبدأ تتراجع تدريجيا عن الأربعين درجة مئوية والرياح بوجه عام راح تكون خفيفة إلى معتدلة سرعة متقلبة الاتجاه وفرص الهوى الكوس راح تكون ملحوظة ويانا باشر ويوم الخميس أيضا الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه هوى شمال غربي يعود مجددا في يوم السبت لكن بعد ذلك يرجع الكوس فالرياح تكون متقلبة الاتجاه حتى نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل باتر بذن الله 41 العظمى والصغرى 23 هوى كوس خفيفة لمعتدل السرعة من ثمانية ليه 28 خلال النهار وأيضا خلال المساء من ثمانية إلى 30 كيلو متر في الساعة عبور لبعض السحب يوم الخميس أيضا 41 العظمى والصغرى 22 درجة مئوية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية من ثمانية إلى 30 كيلو متر في الساعة يرجع الهوى الشمال الغربي 41 العظمى في يوم الجمعة والصغرى 22 والرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة من ثمانية إلى ثمانية وعشرين كيلو متر في الساعة إلى متقلبة الاتجاه أحيانا يرجع الكوس مرة ثانية في يوم السبت 39 العظمى والصغرى 23 والهوى خفيفة لمعتدل من ثمانية إلى 26 كيلو متر في الساعة وأيضا حول هذه المعدلات إلى متقلب الاتجاه الهواء في يوم الأحد من ثماني إلى ثماني عشرين تسعة وثلاثين الأضماء والصغرة ثلاثة وعشرين درجة مئوية أزال المشاهدين الرياح متقلبة الاتجاه بوجه عام خلال الأيام الخمسة القادمة وفرص الهواء الكوس والرطوبة ستكون موجودة ويانة يوم الغد وأيضا خلال الأيام القادمة خاصة على المناطق الساحلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وانخفاضة عند درجات الحرارة الأربعينية في الماضي خلال الأيام القادمة بإذن الله نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الستيديو لاستكمال النشرة